مكتوب مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء الحكمة في مدى فالناس مع غروا ما أجمل ما حاول من أسرار الديان مكتوب والأصدقاء يحكي سيارة الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء يحكي سيارة الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء مكتوب مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء مكتوب مكتوب والأصدقاء أعقل أن نعمل في المطبخ لمدة أسبوع ولدينا خادمة؟ أنت تعلمين جيداً أن العم عزيزة مريضة ومرضها طال لما لا نحضر خادمة أخرى؟ وأين الرحمة والشفقة بالعباد؟ لم أعترض بإمكان أمي أن تعطي لها أجراً إضافياً وتستعين بأخرى فالعمة عزيزة أصبحت كبيرة ولم تعد تقوى على خدمتنا وأغلب أعمال المنزل أنا وأنت وأمي نفعلها مستحيل أن تستغني أمنا عن العمة عزيزة أعلم هذا وأريد الآن معرفة السبب هيا أخبريني شفاك الله وعفاك يا عزيزة سلمت يداك يا أم أنس أنت نعم الأخت ولم تشعريني يوماً أنني خادمة عندك أنت فرد من العائلة يا عزيزة فأنت معي منذ سنوات طويلة ولم أعتبرك يوماً خادمة ولكن يا أم أنس لقد كبرت في السن ولم أقوى على الاهتمام بالبيت وشؤونه ولا أريد أن أصبح عبءاً عليك فإن كنت تغجلين لا تكملي لن نستعين بخادمة هنا فقد كبرت الفتيات ويساعدنني في أمور المنزل وأنت تفعلين كل ما في طاقتك هيا ارتاحي ليس سبباً مقنعاً أن تعاملها أمي هذه المعاملة لأنها فقط تقوم على خدمتنا منذ فترة ولما تقولين هذا؟ إن أمي تحب هذه العجوز حباً جماً فهي تبكي وتحزن عند مرضها لقد كانت أحياناً تغضب منا بشدة إذا ضايقناها أو أغضبناها لقد أطلقت عليها الأميرة عزيزة لابد أن هناك سر في الموضوع وما هو هذا السر يا ترى؟ أنا الأواني لأعرف سأذهب لأمي لأعرف السر أتقلقيني من نومي لتسأليني عن سبب حبي واهتمامي بعزيزة بهذا الشكل؟ نعم يا أمي ولا بد أن يكون السبب منطقياً بالنسبة لي لأتحمل غسيل السحون حتى تتعفى العمة عزيزة السبب يا سارة أنها امرأة غالية عند ربي وأنا أحب كل ما هو غال عند خالقي وأهتم به وهي هدية من الله لنا وليست مجرد خادمة تعمل على راحتنا كلام عميك جداً يا أمي هل توضحين لي من فضلك؟ لقد كانت عزيزة وهي في شبابها تعيش مع زوجها في قرية نائية كافرة تكره الإسلام والمسلمين وعندما وصل الإسلام لهم آمنت هي وزوجها فأرادت القرية التي تمكث فيها الانتقام منهم فأخبرهم حاكم القرية إما أن يرتدوا أو يقتلهم فأبى زوجها فقتلوه أمام عينها ثم قتلوا أطفالها وعندما حان دورها تمكنت من الهرب ووصلت هنا وعندما علمت بقصتها وأنها تبحث عن عمل لها يعينها على الحياة أقسمت أن تعيش معي وكانت سعيدة أنها ستعمل لدي ولكني كنت أكثر سعادة لأني سأستضيف امرأة بهذا الكم من الصبر والإيمان فرغم مقتل زوجها وأطفالها لم ترتد أو تخشى التعذيب والموت وبقيت مسلمة يا الله الآن بدت أحبها أكثر منك يا أمي هل تتركينني الآن لأنام؟ تفضلي يا أمي عندما أخبر مكتوب غدا بهذه القصة حتما سينبهر ويكتبها داخل صفحاته إنها قصة رائعة هل سمعت بمثلها من قبل يا مكتوب؟ نعم هناك قصة تشبهها وللأسف صاحبة القصة لم تتمكن من الهرب وقتلت وعانت أكثر بكثير مما عانت عزيزة ولكنها في النهاية فازت برضى الله وجناته ماذا؟ هيا أخبرني بها كانت هناك امرأة صالحة تعيش هي وزوجها في قصر فرعون زوجها مقرب وهي خادمة لبنات فرعون من الله عليهما بالإسلام فعلم فرعون أن زوجها أسلم فقتله أما هي فظلت تعمل خادمة لتطعم أطفالها الخمسة وبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما إذ وقع المجت من يدها فقالت بسم الله فقالت ابنة فرعون الله أبي؟ فصاحت الماشطة بابنة فرعون كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها أخبرت البنت فرعون فدع الخادمة وسألها عن ربها فقالت ربي الله فدعاها للتراجع فلم تهتز فأحضر قدرا وغلى به زيتا وأوقفها أمام القدر ثم أحضر صغارها فلما رأوها تعلقوا بها فانكبت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي وضمت أصغرهم لحضنها ثم أمر فرعون بأكبرهم فجره الجنود إلى الزيت المغلي والغلام يبكي ويصيح يا أمي وينادي إخوته الصغار ويضرب الجنود بيديه وأمه تبكي وتودعه فما هي إلا لحظات وذاب الصغير ولم يتبقى سوى عظامه تطفو فأمر فرعون المرأة بالرجوع ولكنها أبت فأمر بالولد الثاني وفعل به ما فعل بأخيه ثم بالثالث حتى الرديع لم يرحموه وأخذوه ولكن لكي يثبتها الله على الحق أنتق الصبي في مهده فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق ثم انقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته وذاب لحم الأطفال وصارت عظامهم جميعا تطفو فوق الزيت وحان دورها تنظر إلى عظام صغارها كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب بكلمة كفر تسمعها لفرعون لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى ثم حملوها ليقذفوها في الزيت فالتفتت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة فصاح بها وقال ما حاجتك؟ فقالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر واحترق جسدها وطفت عظامها فلله ضرها ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها أتبكين يا سارة؟ وماذا كنت تتوقع مني؟ إن قصتها لم أسمعها من قبل ولم أرى في حياتي امرأة بهذا ثبات اللهم ثبتنا على دينك دائما وأبدا آمين مكتوب 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 والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء الحكمة في مدى فلنسمعوا بروا ما أجمل ما حاول من أسرار الديانة مكتوب والأصدقاء يحكي سيارى الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاهد يحكي سيارى الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاهد تكتوب مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء مكتب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء مكتب مكتب والأصدقاء